سائل التنفيذيين الأمريكيين أنني سوف أجري مقابلة معك على هذا الحوار الجانبي قالوا نحن نحبه إنه شخص مثير جداً للاهتمام وأحد الأسباب التي تجعلنا نأتي ونستثمر ونجري هذه المحادثات هو جزء منها ولذلك لبداية الحوار نريد أن نتحدث عن نظراتك للاقتصاد وعن العالم وأتساءل هل يمكنك أن تبدأ بتعطينا قصتك وكيف أصبحت وزيراً للمالية أنت محامل أليس كذلك في البداية نعم هذا السؤال الجيد شكراً جزيلاً على وجودك هنا على اهتمامك وأشكر الجميع الموجودين هنا على المشاركة في الأمر أنا أب لثلاثة ولدين وبنت وعملتك محامل لغالبيت حياتي غالبيتها متعلقة بالشركات أصبحت رئيساً لهيئة السوق المالية وكذلك وزير المالية في أواخره 2016 ليس لدينا في الحقيقة الكثير ربما لا يوجد علاقة بين ما درسته وما أقوم به الآن لذلك أحاول أن أقوم بالشيء الصحيح ومقارنة بما كنت أقوم به سابقاً أعتقد هناك بعض الشابهات لكن بالطبع ليست ربما بالضرورة متتالية أو مترأة ورابطة بعد ثمانية سنوات أشعر وكأني في وطني أو في منزلي في بيتي أتمنى أطول من عملوا في هذا الدور وكذلك فيما تعلقوا في اجتماعاتي صندوق النقد الدولي في الواشنطن الأسبوع الماضي أعرف ما هي أتسأل ما هي نظرتك الآن للاقتصاد العالمي ووضع السعودية به الآن أتيت من واشنطن للتو وكان لدينا الاجتماعات السنوية لمجموعة الماك الدولية وصندوق النقد الدولي وبصفة عامة أعتقد أن الكثير من الناس يشعرون أن الاقتصاد العالمي يصبح أكثر مرونة ومتانة وقوة مما كان أعتقده الناس التضخم يأتي تحت السيطرة ونحن وينخفض وأعتقد بصفة عامة نحن لدينا الهبوط الهادئ كما يسمى وهذا ليس فقط عالميا وهناك بعض المواقف في بعض المناطق أو في بعض الدول هناك أمور مختلفة بعض الدول ما زالت تعاني وهذه قضية أساسية الديون السيادية هي تحدي كبير جدا نقشناه بشكل مكثف على الصعيد العالمي وأعمل كرئيس للعين نفسي في مجموعة المنك الدولية في مجموعة العشرين لمحاولة التأكد أننا نأتي بالعالمي إلى مسار من النمو المستدام وإلى معدلات دين أقل بدلا من الوضع الحالي من النمو الصعب وكذلك الديون العالية كيف تقوم بذلك مع حالة التجزئة الموجودة عاليا وحالة ربما انخفاض العولة ما هو الدول تبني المزيد من الأسوار والحواجز ونرى المزيد من أصراعات هل هذا يعني أن عملكم سيكون أصعب هناك شيئا أولا التجزئة هي التجزئة تصبح أكثر خطورة إذا كان لي أن أصف الأمر باختصار وبقول ذلك أعتقد أننا يجب أن نتحلى بالعناية عند وصف ذلك أعني أن التجارة العالمية بالفعل هي تنمو في الحقيقة رغم كل ما يحدث ورغم كل الأخبار السلبية التي نسمعها عالميا إلا أن التجارة العالمية تنمو للآن لا نعرف من سيفوز بالانتخابات الأمريكية هذا الجانب ولكن بغض النظر عن من سيفوز في الانتخابات لدينا كلا جانبين توقعت في البيت الأبيض وما زال التجارة تنمو وبقول ذلك هناك بوضوح عدة تقييدات تضعها بعض الدول سنة بعد سنة وهذا يؤثر على التجارة العالمية أعتقد أنه حاليا وفقا للظروف الحالية للغموض الجيوسياسي أعتقد أننا بحاجة إلى بناء جسور بدلا من حرقها والعالم المجتمع الدولي أو المجتمعات الدولية يجب أن تجتمع معنا هناك الكثير من الأماكن حول العالم والمخاطر التي لا يمكن أن تحلها دولة واحدة لذلك المنهجية التعاونية هي ضرورة لا مفر منها وأود أن أقول لك أننا عندما ناقشنا في السنة الماضية كيف نتعامل مع عمليات رسمة له لصندوق النقد الدولي كيف نتعامل مع عمليات مع عمليات التعامل مع الدول المقترضة والرسوم الإضافية والرسوم المتعلقة بالدول المقترضة هذه النقاط أعطتني أمل رغم أن هناك تحديات إلا أن المجتمع الدولي يشعر بأهمية التعددية الأطراف ماذا عن المملكة؟ هناك سبعة ألاف شخص هنا في مبادرة مستقبل الاستثمار والجميع متحمسة هناك تفاول وأعرف أنك ربما أجريت نقاشات مع مستثمرين ورأساء تنفيذين عالميا لآخر 48 ساعة ما هو الأمر؟ لماذا تعتقد أن هناك زخم كبير حول ما يحدث هنا؟ هناك بضعة أشياء أولها أن هذه من الأماكن الجيدة حول العالم فيما تعلقه وما يقوم به المستثمرون باختصار ما يبحثون عنه هو العوائد وهذه أمور جيدة يبحثون عن خطط طويلة الأمد يبحثون عن قيادة قادرة على اتخاذ قرارات صعبة قيادة جريئة ويتطلعون كذلك إلى بيئة يكون فيها الاستشارات العامة ويكون هناك تواصل واضح للخطط ويبحثون كذلك عن مجتمعات شابة وفتية ومزدهرة وأيضا دراية بما يحدث في الدولة يبحثون عن إطارات أطن تنظيمية شاملة ومرنة وتمكن القطاع الخاص وداعمها له ونحن منه بقوة أنه بغض النظر عن الموارد الموجودة لدى أي دولة لا يمكننا أن نقوم بما نريد وأن نقوم به بدون القطاع الخاص وإذا كان لدينا بيئة ممكنة هذا ما يحتاجه القطاع الخاص ويمكنني أن أقول لك مقتبصا ملهما جدا من أحد الأشخاص الرائعين الذي كان هنا أمس مستثمرين الرائعين عندما سألته لماذا تقوم بذلك والسؤال أو الإجابة كانت لم أتي هنا حقا لوعود الرؤية المملكة ولكن أتيت هنا لما قدمته الرؤية السعودية الرؤية السعودية قدمت الكثير من الأشياء إذا رأينا ناتج المحلي الإجمالي الناتج المحلي الإجمالي غير نفطي لدولة في السعودية هذا مهم جدا هو يمثل الآن تقريبا 52% من الاقتصاد ومعدلة البطالة عند بدايتنا بالنسبة للسعوديين كانت 13% الآن هي تقريبا 7.1% كان لدينا هدف 7% في حلول 2030 نحن بوشك تحقيقه حاليا أيضا قمنا بحجر وتعبئة موارد الدولة فيما تعلقوا برأس المال البشري بشكل كبير تمكين المرأة كان داعما وركزة أساسية فيما تقوم به رؤية 2030 والقيادة دعمت هذا التمكين بشكل كبير الانتقال من تقريبا 17% عندما بدأنا بوشاركة المرأة في قوة العمل عندما بدأنا رؤية إلى حيث نحن الآن تقريبا 35% أو ربما أكثر 65% مشاركة للمرأة نعم بالطبع وهدفنا في حلول 2030 كان 30% وكنا نعتقد أننا كنا متفائلين أكثر والآن بحلول 2030 إلى أين تريدنا الاتجاه أعتقد أننا نستهدف حتى أكثر من 35% تقريبا 40% وأعتقد أننا سنكون قادرين على تحقيق ذلك فإذا نظرنا إلى مشاركة المرأة اليوم ليس فقط كموظفات ولكن أيضا كرائدات أعمال هذا أمر هائل ضاعفنا عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في آخر سبع سنوات التي تقودها السيدات نعم الأمر المثير أن 45% منها تقودها سيدات هذا أمر كبير ونرى أن هذا يؤثر على الاستهلاك ويؤثر على دخل الأسر ويؤثر على النشاطات الكبيرة والقطاعات الجديدة حولها السياحة على سبيل المثال والسياحة هي تجاوزت ما كنا نعتقده هي تتحسن بشكل هائل ونحن أعلى نمو في قطاع السياحة وفقا للهيات السعودية العالمية للسياحة في 2023 كانت السعودية الأعلى نمو في قطاع السياحة أكثر من 100 مليون ساح كان هدف في 2030 فحققناه في السنة الماضية إذن الكثير يحدث ونأمل أن مجتمع الاستثمار في هذه القاعة وخارج هذه القاعة يرى ذلك وأعتقد أن هذا يشرح لماذا هم هنا ولماذا يشاركون معنا الشيء الأخير الذي أود أن أقوله هو أن السعودية تطلع بدور محوري كعامل للاستقرار في المنطقة وعالميا وهذا شيء مهم جدا نحن نحاول أن نتأكد أننا نكون مثالا يحتذا في المنطقة وأن الدول في المنطقة يمكنها أن ترى ما نقوم به ونركز على شعبنا وعلى اقتصادنا ونأمل أن يكون ذلك دعوة لهم ليقوموا بالمثل نعم كنت سأسألك في المنطقة هل المنطقة تتعامل مع بعض حالات عدم الاستقرار حاليا وصراعات ونزاعات والزعزعة لاستقرار الجيل السياسي يدفعكم لعمل المزيد هل جعل ذلك أقل نهما للمستثمرين ليستثمروا هنا أعتقد أن المستثمرين وقد سمعت أحدهم أمس في أحد الشبكات العالمية يعلق على أن سبب استثمارهم في السعودية رغم كل هذه التوترات الجيوسياسية هو أن السعودية تطلع بدور مهم جدا كداعم للاستقرار نحن سوف نواصل ذلك نبدل جهودنا لعدم التصعيد والهدوء ونعمل مع جركائنا حول العالم لنكون ركيزة الاستقرار وهذا مهم جدا هذا ما يحتاجه المستثمرون أن يكونوا جزءا من التحول الوطني الذي يحدث في دولة كبيرة مثل السعودية وهي أكبر اقتصاد في المنطقة نعم هذا مناسب لما سمعناه أمس عندما سألنا المستثمرين على الاستقرار وغيره ما هو أكبر تحدي لكم فيما يتعلق بالنمو وتقدم في مشاريع رؤية 2030 هناك الكثير من الفرص وكذلك الكثير من التحديات ونحن بالطبع لا نخجل من ذكر التحديات ولا نغض الطرف عنها التحديات المتعلقة بالموارد البشرية والقدرة على التنفيذ ونريد أن نتأكد أننا نأتي بالمزيد من القدرات الكاملة وأن لا نحمل الاقتصاد أكثر من ما يمكنه تحمله وأن نتأكد أن خططنا متزامنة ومتسجمة وأن لا تؤثر على بعضها البعض ونريد أن نتأكد كذلك أن لا يكون لدينا تسرب كثير في الاقتصاد إذا قمنا بأكثر مما ينبغي في نفس الوقت ولم نسمح للاقتصاد بأن ينمو معنا والقطاع الخاص بأن يؤكبنا فسيكون لدينا الكثير من التسريب من نفقاتنا من خلال استيراد أكثر من التصنيع في الدولة لذلك نحن نرصد ونراقب ذلك ونتابعه ونصوق خططنا لنتأكد من النجاح في ذلك وحتى الآن نحن نجحين وكيف تصف التقدم المحرز نحن على المسار الصحيح في الحقيقة أداء وهي السلطة التي تتابع ما نقوم به هي سلطة حكومية مستقلة في الحكومة تتابع ما تقوم به الحكومة وتصدر تقارير منذ بضعة أشهر قالت أن تقريبا 97% من مستهدافاتنا إما أنها تحققت أو على المسار الصحيح وننظر إلى 13% المتبقية بعد غير 87% لنضعها على المسار الصحيح هنا عدة ترتيب أولوياتها بصفة عامة نحن متحمسون جدا وسعداء بما حققناه في رؤية 2030 لكننا لسنا متقاعسين نحن نتأكد باستمرار أننا نقوم بالشيء صحيح إذن ما هي أولوياتكم في وزارة المالية أولوياتنا هي المحافظة على ما قمنا به بنجاح تحت قيادة رئيس الوزراء وكان الأمر منضبطا جدا وبالجانب المالي نتأكد أن نحافظ على قوتنا المالية والاقتصاد السعودي يبقى معتمدا على التمويل العام والحكومة ونريد أن نحافظ على هذه القوة وأعتقد أن الكثير من المستثبرين يريدون التأكد أنهم يرون دولة لديها انضباط مالي فنحافظ على الاحتياطات الكبيرة نحافظ على الكثير من الكفاءة في الإنفاق الحكومي وحجد وتعبئة المال الخاص للتأكد من أننا لا نقوم بذلك وحدنا ولكن القطاع الخاص من يقوم بذلك بدأت معليك الحوار عندما سألتك عن قصتك وتحدثت عن كونك أبا لثلاثة أطفال ولدين وبنت ولكن أتسأل كيف تختلف الدولة بالنسبة لهم عند كبرهم ودخولهم في السوق العمل وعما كان الوضع لديك أصحاب كل مرة صاحب أو صحاب سمو يجتمعون وبعضهم سألني لماذا الوزراء يعملون ب 15 أو 16 ساعة يوميا ربما لا يفهم ذلك من خلال رأس المال الجريء يقوم بالكثير من المال لكن لماذا الحكومة ليس فقط الوزراء ولكن حتى الموظفين يعملون ساعات طويلة نحن لا نقوم بذلك لأنفسنا ولكن لأبنائنا وأبنائهم نقوم به لمستقبل هذه الدولة صاحب المعالي شكرا جزيلا على وقتك ولا إجابتك على الأسئلة شكرا جزيلا شكرا شكرا جزيلا على الأسئلة من المشكرا اشتركوا في القناة